تقولوا فنس التعتاد يا فندم يا فندم اقرأ التقرير بتمعهن قريته قريته حبه حبيته من قلبك حبيته يا فندم حبيته يا. قا حو بحبك بحبك مش من قلبك لا كده مش من قلبك بحبك في ايه يا حزابت أنا مالي وما زروف للعيال العائلية أنا حتبناهم أنا ما تميني زروفهم أنا كل يهمني على المخدرات في المخدرات يا هزابت في المخدرات ايه ايهه إيه دا فضل كان هرق اسود ومليل إيه اللي انت شايله ده؟ فارش فارش؟ فارش حشيش يا فندم ماركت سيبها وخدها يوم السبت دعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد أمان يعني شكلك هيحبسنا للتنين الصبح؟ إيه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات ده وليفة عملها عند العطار كده وعملت كله ليه؟ اللي ليه تزنقت العيالة توردت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بنادي وعلى حسابي تستغلهم انت تجري مخدرات؟ وبعين عيال مدمنين دول حيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عاملوا الفالس ولا؟ يا فندم ده مفعول وكده استنى مفعول ايه؟ فيه ايه؟ ايه؟ انت أنا لففلك جوينت الصباحة مين؟ فلطة الكارتون عريق اول ما تصحى ولح انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم اسمع مني ما بشربش الحاجات دي حاول عقولك قال انت ثابت يا هزابت بتاع لي ما تقولها شبيت يا عبران انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم انا هحوريك شغلا عكس فل انت فيها يا حازم حازم حبت ايه؟ في ايه حازم؟ معلش يا عبي اصلا انا سمعت باسيونو بيزع فقلت يمكن بزع لحضرتك فاندفعت يعني لا عبران احنا كنا بالشغل انا وباسيوني خلي باسيوني الحرز دي رجعوا المكتب عشان نبقى نعدمه هم؟ عشان نعدمه تبتعمل كده ليه؟ هم؟ تبتعمل كده ليه مش فاهمك علشان حقنقه قبل ماعدمه اه عشان مش عاوز يفهم الحرز ايوه علشان حقنقه ايوه ايوه ابو كارتونة اه كده حضربه بالنار قبل ماعدمه تعالوا ورايا الحرز ايوه ايوه انا مش حاسم لنا تكتل تحقيق انا حضربك بالنار يا فندم يا فندم افهمني ما قداميش حل تاني لازم اعمل حفلة عند ساعاتك انا في البيت ده انا لو مراتي عرفت حتيت بحني يا فندم عشان المهمة دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مخاربش تفوت في الحديد مش ده كلام ساعاتك اللي قلتهولي وانا لا يمكن اسمع لك انك تحول البيت الجرسونيرا البيت ده اللي عمره ما دخليش فيه على ست غرمراتي والشغالة واحيانا حمادي ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت؟ خلاص يا فندم مفيش مشكلة انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصورة وافهمه ان المهمة بتبوز عشان ساعدتك مش متعاون معي اعلم في خيلك ارتبه ايه ايه يا حزومة يا عيني يا لالالي يا لالاهوي يا حزومة ده حازم اما لها يكون عمر عمر شديم اصطبحتك جركة بوكرتون يا فندم الاصطباحة اللي عملها لك بتاعت العريق دي هم؟ يعني كان زماني انا مطرحه يا فندم اعمل معروف بقى خلينا جيب الولاد هنا ونعمل لحفره انت بتقوله ده لا يمكن يحصل إلا على جسدك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس احنا دلوقتي بنعمل رحلة كل أسبوع يا فندم واحتمال قريب يبقوا رحلتين في الأسبوع مش الطلب عايزين كده انا تحت أمرهم احنا لازم نفرغ طاقتهم المكبوطة لان كبتها في خطر على مستقبل مصر الكلام ده مش مظبوط يا فندم وبيتجاوز كل الخطوط الحمرة سوري انا مضطرق الغي الرحلة دي انت انسيك نفسك وليا دكتور اتفضل وعلى فكرة انا كنت صريح معك من اقول لحظة ده مشروع استثمالي التتهمل الصح انت رئيس تمام كده قال نلغي الرحلات انا عايزي خرب بيت ابونا ده ولا ايه انا كده خلص المنهج تذكروا صفحة واحد وصفحة ستة وتلاتين والباعي مشتوب يلا باي على النات بقى اللا اخر بيت شرطة كباسوني يا ريتني ما كنت سمعت كلامك ليه عم في ايه قعدت تقول لي خل ابوكي تقدم لها رسمي روح تقولت لابويا قال لي جواز مين دلوقت يا فاشل ابوكي أليك يا فاشل يا يا بقاله يا فاشل هو قتله ويا ريتها جات على كده وبس بقال لك ما انا بصرف عليك علشان خطر امك روح بقى خلي غونك كباريات انفعك لأ حمزة تأكل ده بوب علشان هو كده كارنك بجد دي مش عارف عمله بسينا بسينا لو ما خطش امل انا ممكن اموت لا انيم لا انت مش عارف انا ممكن انتحر بسينا بسينا لو ممكن انتحر صدقني يا عم اهدى يا عم هلتصرف بسينا انت مش حاسب اللي جواي أنا لأ وامل سبيتني هنتحر بجد ايه عم اليقس اللي انت عايش فيه ده شوف هو واحد هو واحد فقط اللي بلجأله في المواقف الصعبة أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرأ من الأنسة رباب فوزية فردوس من رمين أمل من الأنسة أمل ربط الصون والعفاف أمل وأنا كمان سعيد قوي 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 معرفة ابن حضرتك لا هنا ده نظره ضعيف ده ابن حضرتك وخصوصا لما عرفت ان اسم الجميل ده حمزة يا سلام اسمي فيه حمز كده فيه اي يا فندم فيه حمز فيه حمز انا عندي سؤالين اه قوي قوي احنا جهزين مش جهزيني اه قوي الاستاذ حمزة بيشتغل ايه اه الاستاذ حمزة بيشتغل ايه لا بعد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فكري يعني ايه اه متجوز بنتي عشان تصرف عليه لا لا انا ماسمح لكش انا قلتها لا لا من فضلك مصاعيدة لا لا يعني ايه ست تصرف على رأيك اه ايه كلمة فيه يا أستاذ ياه الكلمة قبل ما تخلق اه 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 انا مغلطش يا أستاذ انا مغلطش يا أستاذ اه يا جماعة معقولة هو نعمة بالله طبعا ونعمة بالله هو خريج ايه اه حمزة مطرب يا فندم مطرب؟ مطرب والله مال؟ اه اه ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده الله يا سلام سيد درويش طبعا يا من الخلعي طبعا حسن ابو لغد علي علي طب نسمع حاجة بقى من الغنى القديم أه هيدرتندمني على الايام على عمر ضيعته على الاوهام هيدرتندمني على الايام على عمر ضيعته على الاوهام هي يعني تظلمني ايه واذوقنا مين ده؟ انا معرفوش مين ده يا ابنة اللي انت بتغنيناه ده دى؟ دي رواعة من رواعة الأستاذ محمد موحي الدين أبو العز جي حضرتك عام لأهل إرادات في المهندسين يا إسهل شهاب ولا أنت ما بتنزلش طيب إن شاء الله لو حصل مصيب أنا عندي طلب من الأستاذ حمزة تاني معلش تاني طلب تاني طلبتك كثرت لا بجال طلبتك كثرت يا بعد عن مسعاد ما ترفيس نفسك اتعالدك زبا يا عزمي طيب أنا قصد يعني إنه لو تجوز ما يغنيش يا باشا أنا أصلا ما بحلش الغنى يريني على أمل بس أبو سيدك جل يعني إيه أفا من كده إن ساعتك موافق أجواء نقرأ الفاتحة نقرأ الفاتحة يا الله أبي ميررف كده